سلام أنا رون مقطع جديد وقصة جديدة صلوا عن النبي يلا نبدأ تقول صاحبة القصة احنا بيت حياتنا طبيعية مثل اي بيت اهلي كويسين اخواني فيه اللي كويس وفيه اللي الله يهديه خلوني ادخلكم بالقصة على طول في يوم من الايام جونا ناس يخطبون اختي قرى يبنى و اهلي كلهم موافقين بحكم ان الرجال ووظيفة كويسة كل شي تمام لكن اختي رفضت ما تبغى الزواجة الان وهي باقة صغيرة وتستنى انها تخلص الجامعة دخل ابوي يقنعها وقالت خلاص انا موافقة وكانت طول فترة الملكة تقول انا والله ما اكون له قلت ايوة وانت من قاعد تكلمين صبح وليل وظهر وعصر وماللي قاعد نجهز لها قالت اذكرك اخذت الموضع صراحة يعني تقطق وجهزنا وسونا لها احلى حفلة والكل حضر وهي ما كان يهمها الا شكلها تبع شكلها يطلح كويس حتى بالعادة هي من نوع اللي يهتم مثلا توزيعات تحذيرات كل شي خلت عليها تلها انا وامي احلى حفلة والكل يتكلم ويمدح فيها اخل لكم بالمهم وقت التصوير جت عندي المصورة قالت لي فين اخواتها قلت لا تفضل انا اختها قالت لي هي مغصوبة لانها قالت لي حاولي نصورنا ما تكون جنب بعض هي والمعرس قلت كيف كذا قالت رفضت اني اصور لما يلبسهم بعض الدبل وصور كثير واكثر شي خلتني اصوره الطاولة والكيكة جيت عندها وتكلمت معها يا بنت الناس اشبك لها تصور قالت لا ما ابغى اصلا بطرها وانا ما ابغى كيف يصوري اذا انتي ملكت صوري زي ما تبغين هاوشتها امي تكلمت معاها ويا الله يا الله وافقت على كم صورة ومن ناحية العريس كم مرة كويس عدت الملكة على خير ورجعنا طبيعي للبيت وانا اللي ورا المصورة ومهتمة في كل شيء وهي ولا هامها حتى الهدايا اللي وصلتها من الناس ما هي متحمسة لها وانا اللي قاعدة افتح الهدايا وتقول لي اي شي تبغانا يعجبك خذي عليك بالعافية تهدية زوجها قمتها واشتها اللي خير اشبك هي مو من طبعها كذا فقالت فيه تضحك يا بنت الناس ما فيني من فتحها وريني انت الهدايا وخلاص وحطيها بالغرفة وفتريها كلها لنا يعني ما لكم بالطويلة قرب الزواج وهي تقولوا ربي ما اخلي قرب اش قاعد قولي انت ترى ذا زوجك اش قاعد قولين انت وادري ترى ان من التوتر تقولين كذا قالت شوفي اهلي ما رح يرفضون الحين ويمكن توصل فيهم مشكون جاء وقت الزواج وتزوجوا صار الزواج وعد على خير وسافروا ورجعوا وهي بس تقول ان شوف نهاية الزواج هذا كانت تقول والله انه كويس بس ما ابغى اطلمه معايا بس انا عديت الزواج عشان كلام الناس ليحطون فيه عيب ولا فيني جافت روجت عندنا وجلست اسبوع وكانت تقنع امي وابوي انها ما تبغاه واهلي رافضين يقولون ادينا سبب تقول كذا ما ابغى الزواج وزوجها ما اشتكى منها ولا قال شي لانه قريب من اخواني من قبل انا كنت اسمع لها وافهمها وحاولت اني اقنع اخواني انه خلاص بس كان يقولولي لا لحت ساعدينها على الغلط ومع الوقت بتتأقلم ومن هذا الكلام ومر على زواجها شهر واسبوع وارسلتلي ابغاك تجيني الليلة وحاولي تجين من غير امي لا تجي معاك نزلني اخويا عندها وزوجها ما كان فيه كان مداوم دخلت غرفتها اللي الاقي شنطة فيها ملابس قلت ما شاء الله حق تيش هاد الشنطة قالت بنسافر ان شاء الله ونغير جو وانبسطت لها وساعتها تحاول تقضي وقتها كله معايا يعني تسالف معايا تحضني تمسك يدي كأنها تودعني وانا ما كنت حاسة عبالي انها صارت ببيت الوحدة وفقدت هذا الشي لانه دايم انا معاها المهم انبسطت معاها وتعشينا سوا ولما انطلعت كانت توصيني على نفسي واني ما اسوي غلطتها واتزوج عشان ارضي اهلي وجاء اليوم الثاني ما لها حس جوالها مقفل ارسلت العصر مقفل واستغربت قلت يلا يمكن نايمة وما انتبهت كثير للموضوع وجت الساعة عشر الليل وارسل زوجها الواحد من اخواني كان يقول لا اتصل عليها ما ترد خليها تفتح جوالها واخوي استغرب قال ليش هي وانها قال ليش هي امس ما رجعت مع اختك لانها قالت انها بترجع عندكم البيت يعني وطلعت هنا نومت وتوصحيت وعلى اساس الحين بس تتعش عندكم وبجي ااخذها قال اخوي لا ما هي فيه هنا بدت قلوبنا كلنا عليها طبعا جوالها رقمها تحت المخدة في بيت زوجها وطلعت بس بملابس حتى صرفتها قد سحبت اللي فيها واليومكم هذا ما ندري هي حية ولا ميتة وما لها اي اثر في الحياة وصار بيتنا مرة حزين والناس تتكلم وزوجها دخل باكتئاب وحالتها النفسية ماش وابوي وامي تعبوا علينا حقيقي احنا في عالم والناس كلها في عالم اخر ما احنا عارفين في الراحة طبعا بلغنا وقتها لكن ابدا ما لها اي اثر قصة الرأي الشخصي كرا انها قالت بالبداية ان اهلها كويسين يعني ليش وافقت ودامنا كانت قادرة انها ترفض من الاساس بس شاكلهم ضغطوا عليها البنت مين حاطة تفاصيل كثير برض هذه قصة منتشرة تصرفها يخوف صراحة واحمل الاهل جزء كبير صراحة من المسؤولية يعني الزواج ما في يعطينا سبب خلاص ما رتحت هذا زواج مو لعبة مو يوم يومين وبرجع هذا زواج مسؤولية وبس هنا يكون صنع نهاية فيديو اليوم اذا اعجبكم المقطع لا تنسوا تضغطونا على زر اللايك تشتركم في القناة مواقع التواصل حقتي تحت في الديسكريبشن كان معكم رون سلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر